الاستعراض العسكري الذي نظمته الجزائر بحضور قادة أجانب تخليدا للذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية لم يمر مرور الكرام على مختلف الصحف والمواقع العالمية التي وصفت الاستعراض العسكري لستينية الاستقلال بغير المسبوق والضخم استعراض عسكري ضخم هكذا وصفت إذاعة مونتي كارلو الدولية الاستعراض عبر موقعها وكتبت تدشن الجزائر احتفالات عيد الاستقلال باستعراض عسكري غير مسبوق يخلد الذكرى الستين لنهاية الاستعمار أما هيئة الإذاعة الأمريكية أبيسينيوز عنوانت تحتفل الجزائر بمرور ستين عاما على استقلالها باستعراض عسكري وكتبت تحتفل الجزائر باستقلالها باحتفالات وعفو عن أربعة عشر ألف سجين وأول عرض عسكري لها منذ سنوات تحت عنوان احتفالات كبرى في الذكرى الستين لاستقلال الجزائر تحدثت قناة دي دابليو الألمانية على موقعها عن احتفالات الجزائر والتحضيرات التي سبقت العرض فيما كتب تيفي سينك موند الفرنسية تحتفل الجزائر بمرور ستين عاما على استقلالها بعرض عسكري مهيب في الجزائر العاصمة هو الأول منذ ثلاث وثلاثين عاما رغم اختلاف عنوين مختلف الصحف العالمية حول احتفالات الجزائر باستقلالها إلا أنها أجمعت كلها على أن هذه الاحتفالات ضخمة وغير مسبوقة في تاريخ الجزائر